تحمت قوات الاحتلال عددا من المقرات إلى الاجتياح قوات كبيرة من مجيش الاحتلال في مدينة تايب عشال أحمد وضعه 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 ما يجل خلق يابه بسان يورث في مهرجان بريستل للأفلام الفلسطينية فيلم التقارير حول سارة وسليم للمخرج مؤيد علي أهلا بك مرة أخرى في سينما بديلة هذا الفيلم يبدأ بعلاقة عاطفية بين رجل فلسطيني وامرأة إسرائيلية يعني كيف اخترت ذلك النموذج ولماذا وهل ما هو موجود فعلا في الواقع الفلسطين بالنسبة لشخصية سليم في الواقع وبكل صراحة هي شخصية مركبة ولكن التجربة اللي بيمر فيها في الفيلم هي تجربة أشخاص أنا عاشرتهم وعرفتهم شخصيا من خلال عملي في مقهى في القدس الغربية في تلك الفترة أنا كنت يعني شاب كان عمري 16 سنة وكانت أول وظيفة بحصل عليها ومثل كثير من الشباب الفلسطينيين في القدس الشرقية بسبب ظروف الحياة هناك وبسبب الإغلاقات الفرصة الوحيدة للعمل اللي بتحصل عليها هي في القدس الغربية اللي هي المنطقة الإسرائيلية حاليا من القدس لأنه هناك في فرص عمل وهناك عمليا هي لنقطة الالتقاء الأولى اللي بتكون لك مع المجتمع الإسرائيلي يعني ما عدا للجنود والشرطة اللي بتشوفهم في القدس الشرقية يعني عمليا هي في أول نقاط الاحتكاك مع المجتمع كمجتمع مع ناس مدنيين في مقهى أو في أوتيل أو في أي مكان أنت عم تشتغل فيه وهناك ابتديت أشوف هاي العلاقات يعني مش إنها علاقات كثير بتصير أو بتصير نحذف هنا عن علاقة شخص فلسطيني بامرأة إسرائيلية بالضبط في خلال عملي في أحد المقاهي وأيضا في أحد الأوتيلات كان إلي زملاء في العمل اللي كان تجمعهم علاقات مع نساء إسرائيليات بالخفاء علاقات حميمية علاقات حميمية وعلاقات عاطفية وكانت الأشياء تصير بسرية جدا بس اللي بتذكروا جدا من هاي الأيام إنه كل حدا كان حوالين هذا الشخص أو هذول الكبل أو هذا الزوج كان دايما يشعروا بخطورة الموضوع وخطورة تبعات الموضوع وكلنا كنا عارفين وكان فيه شعور عام مع كل الناس اللي حوالين هاي الأزواج إنه في أي لحظة ممكن حياتهم تتعرض للخطر وبالذات للشخص الفلسطيني اللي في العلاقة لأنه السيستم والمنظومة في القدس اللي بتحكمه الاحتلال هو الحلقة الأضعف هو الحلقة الأضعف هو المتهم النظام بطبيعته بيحمي مجموعة من الناس على حساب المجموعة الأخرى وموضوع إنه إنسان في المجتمع الإسرائيلي يقرر إنه يخرج من القوقعة أو المتوقع منه من مجتمعه ويحتك مع أي إنسان فلسطيني بالنسبة لهم يعني خط أحمر ويعني مش مقبول نهائيا والتبعات اللي ممكن تصير لأي إنسان بيقرر يقطع هذا الحاجز عويصة ورأينا في الفيلم بسبب البعد الإضافي وهو أن الفتاة صارة أو السيدة صارة هي زوجة لضابط إسرائيلي هناك بعد آخر بعد سياسي وعسكري للموضوع تتدخل المخابرات الفلسطينية والمخابرات الإسرائيلية وما إلى ذلك ولكن نرى في الفيلم نرى أن الاحتلال ليس موجودا بصفته كاحتلال ولكن بصفة لنقل اجتماعية قرار أنه يكون زوج صارة رجل أمن أو شخص بيعمل في الجيش هو قرار درامي لأنه عمليا أنت بترفع نسبة الخطورة لما العلاقة حلاقة الخيانة الزوجية مع شخص عادي أو العلاقة مع شخص يمثل الذراع العسكري للاحتلال فعمليا أنت بترفع من منسوب الخطر أو اللعب بالنار اللي سليم وصارة عم بمارسو إذا اللي نقول أن الاحتلال يدخل من الباب الخلفي أو حاضر بشكل غير مباشر ولكن طلع أنا بالنسبة لي الاحتلال موجود حتى في الهوى في القدس في احتلال يعني في الهوى اللي بتتنفسه في القدس في احتلال أنا مش معني بالقصص اللي مجرد بتشرح الأخبار أو بضيف للمعلومات اللي أردي موجودة عند الناس عن الواقع الاحتلالي في القدس أنا بالنسبة لي الاحتلال موجود من خلال حواجز واللي بنتشوفها في الفيلم الاحتلال موجود من خلال الوضع الاقتصادي اللي بعيشه الفلسطيني في القدس الشرقية بمقابل الوضع اللي بعيشه الإنسان الإسرائيلي في القدس الغربية الاحتلال موجود بكيف النظام الأمني والنظام القانوني بتعامل مع مواطن فلسطيني في القدس وكيف بتعامل مع مواطن إسرائيلي في القدس الاحتلال موجود كمان في الفقر اللي كثير واضح عند الشخصيات اللي من القدس الشرقية بمقابل حياء اللي نوعا ما جدا مريحة للشخصيات الإسرائيلية في الفيلم هذا كله احتلال وهذا يخلق هو اجتماعي في النهاية بالضبط أنا طبعا بعرف أنه في كثير قصص اللي هي في المقدمة إلها هو الموضوع موضوع حياة الفلسطينيين باحتكاك مباشر مع الاحتلال بس بالنسبة لي اللي لحد الآن ما شفته كثير في السينما الفلسطينية أو السينما اللي عن فلسطين حتى هي الطبقات الأخرى ونتائج الاحتلال في الحياة اليومية للفلسطينيين والحياة اليومية للإسرائيليين اللي عايشين في منطقة ذي القدس اللي هي مفتوحة ومغلقة في نفس الوقت بين المجتمعين هناك يعني في الفيلم ذلك المشهد عندما تتعاطف زوجة سليب مع سارة التي هي تعتبر غريمة في الواقع وتقدم لها المساعدة ما مدى واقعية هذا في الحقيقة لو هل هذا ممكن أن يحدث في الأرض الواقع في القدس أو في تلك المنظومة؟ اتطلع أنا شخصياً واحدة من الأشياء اللي جداً فخور فيها في مجتمعنا أنه مجتمعنا حتى في ظل كل المقاس اللي عشناها إلا أنه إحنا لا نزال عن جد مجتمع متسامح وكريم وجداً عاطفي أنا لا أعتقد أنه في إنسان فلسطيني ممكن حتى لو يشوف إنسان إسرائيلي في مأزق على المستوى الإنساني رح يساعده ورح ينقذه مع إنه هو المحتل ومع إنه هو أنا مقتنع تماماً ويعني أنا مستعد نعمل استفتاء ننزل عن القدس ورح تشوف نفس ردود الأفعال من الناس يعني ما يعني تصوير فيلم التقارير حول سارة وسليم مر بظروف استثنائية خاصة جداً بسبب الوضع السياسي والجغرافي للأراضي الفلسطينية حدثنا عن أكثر مشكلة واجهتها خلال التصوير عملياً إحنا اضطرينا أنه نعمل تلت برامج للإنتاج برنامج للمناطق الفلسطينية أو اللي تحت السيادة والسلطة الفلسطينية مناطق ألف مناطق ألف برنامج للتصوير في القدس الشرقية وبرنامج للتصوير في القدس الغربية في القدس الغربية كان الوضع أنه صورنا كـ وكتاقم فيلم وصائقي كنا عارفين أنه نجملك طاقم صغير حتى لا نثير الانتباه وشكوك ومع ذلك وقعنا في مشاكل و يعني ما كانست سهل في القدس الشرقية كمان كنا حرصين أن تكون طاقم صغير وطاقم لا يثير الانتباه ولكن للأسف في نفس الفترة كانت الفترة للحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق المسجد الأقصى وكان في مواجهات في منطقة البلدة القديمة وضواحيها وكنا مضطرين أنه كل يوم نغير مواقع كثير من التصوير أو نجد حلول بديلة لمواقع التصوير كثير من الطاقم الفلسطيني ما كان بالإمكان يكونوا معنا من الضفة الغربية حتى في أيام التصوير في منطقة ألف واللي هي المفروضة تكون تحت السيادة الفلسطينية واللي اعتقدنا أنه كل شيء مرتب والتصريح والإذن التصوير والتنصيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية كان موجود إلا أنه في أحد الأيام اللي كنا عم بنصور مشهد اعتقال واللي المفروض يتم في القدس ولكن بسبب مشكلة التصريح صورناه في مدينة بيتجالا بعد ما أنهينا التصوير والشرطة الفلسطينية تركت الموقع رجعت الشرطة وخبرتنا أنه الجيش الاحتلال عم بيسألهم عن اللي كان عم بيسير في هذه الحارف هذه المنطقة ومع أنه الشرطة الفلسطينية أخبروهم أنه كان في موقع تصوير وإحنا كنا في الموقع واجدتم أنفسكم أمام مائة جندي إسرائيلي للأسف الشديد اتفاقية أوسلو تنص على أنه إذا كان الجيش الإسرائيلي يريد أن ينفذ اعتقال أو تحقيق في منطقة معينة في المناطق الفلسطينية كل ما عليهم هو إبلاق الشرطة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية مجبورة أنها تخلي المنطقة اللي يتسنى للجيش أنه يفوت وينفذ الاعتقال فهذا اللي صار يعني موقع التصوير اللي كنا بنصور فيه مشهد اعتقال صفى فيه اعتقال خلال ساعات عملياً كل يوم تصوير في فلسطين أنت ما بتعرف إذا رح تخلص هداك لنهار ورح تخلص هداك التصوير وتحصل كل شيء أنت متأمل أنك تتصوره ولا لا فمضطر دايماً تكون جاهز للمجهول